السلام عليكم اليوم نجاب لكم طريقة تنزيل برنامج موفي عن طريق الكمبيوتر لأجهزة الايفون وخاصة ايفون 6 و ايفون 6 بلس التي ننزل عليها تحديث 13 الذي يطلبه البرنامج الطريقة بسيطة جدا كما تشاهدون هذا هو الايفون نذهب إلى قائمة المشتريات هذه هي قائمة المشتريات نبحث عن موفي نقوم الآن بفتح اللابتوب بعد ذلك نقوم بتنزيل برنامج ثري تولز نذهب إلى جوجل نتصفح على جوجل نقوم بكتابة ثري تولز نقوم بتنزيل برنامج ثري تولز نذهب إلى جوجل هذا هو البرنامج الآن وهذه هي الصفحة الرئيسية نقوم بتنزيل من هنا نقوم بتنزيله نقوم بتثبيته في عجزة اللابتوب او الكمبيوتر بعد ذلك نقوم بفتح هذا هو البرنامج بعد نقوم بتنزيله وتثبيته نقوم بفتحه بطريقة بسيطة عادية هذا البرنامج اي تولز نفس برنامج اي تونز ولكن عنده خيارات وخدمات أفضل معدل طبعا يطلب تحديث سوف نكتب لي وقتاً آخر بعد ذلك يسأل الوثوق في الجهاز كما تشاهدون نقوم بتنزيل الوثوق يطلب مننا الرمز نقوم بتنزيل الوثوق نقوم بتنزيل الوثوق نقوم بتنزيل الوثوق نقوم بتنزيل الوثوق ننتظر هذه هي الواجهة الرئيسية للجهاز هذه المعلومات عن الجهاز الإصدار والتفاصيل والذاكرة والتطبيقات وكل شي هنا متوفر موجود نذهب إلى التطبيقات. هذه هي التطبيقات التي هي موجودة في الجهاز أو موجودة في نفس البرنامج ونريد تثبيتها على الجهاز. الآن شرحنا هو طريقة تنزيل التطبيق. التطبيق الموفي. أول شيء نذهب إلى إدخال الهدي. نقوم بإدخال الهدي المخاص بنا هنا. بعد أن نقوم بإدخاله نذهب إلى السرش ونكتب اسم البرنامج. كما تشاهدون بعدنا على الموفي يظهر لنا هذا والبرنامج. بعد ذلك سوف نذهب إلى التنزيل. هذا هو البرنامج التطبيق الذي يريد. تقريبا مساحته كبيرة قليلا. تقريبا 658 ميجا بايت. سوف نعمل تثبيت. لان ننتظر حتى يكتمل التنزيل. هذه هي قائمة التنزيلات. ننتظر حتى يكتمل التنزيل. بعد أن يكتمل التنزيل سوف نعمل تثبيت. طبعا البرنامج هذا جدا ممتاز. إذا أردنا تغيير نغمات الجهاز من هنا نقوم باستيراد نغمات. طبعا نستطيع أيضا عمل جيل بريك في الجهاز إذا كان يدعم. هذا الجهاز محدث لا يوجد لوجه جيل بريك. إذا كان الجهاز قديم قديدا سوف نجد لوجه الجيل بريك هنا. هذا الجيل بريك. الجيل بريك واصل حتى تحديث 13.3. ننتظر التحميل حتى يكتمل ثم نعود لكم. الآن تنزيل البرنامج التطبيق. الآن سوف نعمل ندعب للتثبيت. هذا هو. الآن يتم الإرسال التثبيت في الجهاز. ننتظر حتى يكتمل. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر. أكتمل التثبيت في الجهاز. هذا هو كما تشاهدون. هذا هو برنامج. الآن يوجد فتحه. ننتظر قليلا لا يتم الفتح. الآن نعمل مباشرة. إذا كان التطبيق الذي منزل في الجهاز بحساب آخر غير الموجود في الايفون. يلزمنا يدخل نفس الحساب الذي كان موجود في نفس الايفون. هذه الطريقة بسيطة جدا. الآن البرنامج تم التنزيله. والآن يعمل بشكل ممتاز. هذا هو. طبعا نسخة أصلية. ليست نسخة مقلدة من برنامج آخر. ومن المتجر آخر. من نفس حساب البستور. طبعا إذا أردنا نسخة وإرسالها لأي شخص. سواء كان عنده جهاز آخر أو شيء يقوم بتنزيلها. بذلك ما ينزلها من جديد. الطريقة بسيطة جدا. نذهب إلى برنامج إلى محل تثبيت البرنامج. طبعا أنا مثبكه على قرص. 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 هذا هو برنامج. ثريتولز. قبل هذا هو. هذا إذا أردنا نسخة. سوف نعمل نسخة. ونستطيع إرساله لأي شخص. أو تثبيته في جوال آخر. عن طريق أي كومبيوتر آخر. طبعا بس البرنامج هذا منزل بنفس الحساب. حساب الذي قمنا بتخاله. يعني إذا شخص آخر. قام بتنزيل البرنامج هذا. سوف يقوم بعد تثبيته. يطلب نفس الحساب. الذي قام بالتنزيل مباشرة. من هذا الذي نزلنا أول مرة. بنفس الحساب. سوف يقوم بطلب نفس الحساب. بنفس الرمز. يعني ما ينفع نحط حساب ثاني. أو رمز ثاني. لأنه منزل باسم شخص. لازم نفس الشخص يدخل حسابه. ورمزه. طبعا البرنامج سوف يضاف إلى قائمة المشترات. في أجهزتنا أجهزة الأيفون. في نفس الحساب الذي قمنا بدخاله. في برنامج ثري تولز. سوف تضاف إلى قائمة المشترات. لا تضاف في نفس الوقت. أنا أضافت عندي بعد 12 ساعة. من تنزيلي في نفس البرنامج ثري تولز. طبعا هذه طريقة مختصرة وسهلة. غير الطريقة التي شرحناها قبل. التي هي موجودة هنا على الفيديو. التي كانت تطلب استخدام ايفون محدث. لنقوم بتنزيلها اللي موفي فيه. بعد ذلك سوف نجدها موجودة في قائمة المشترات. أما الآن هذا شرح ثاني. للأشخاص الذين لا يمتلكون أجهزة ايفون ثانية. وأيضا هذه الميزة جدا ممتازة. نستطيع حفظ النسخة هذه موجودة عندنا. نستطيع حفظها في الكمبيوتر. علشان إذا تحدث الجهة البرنامج وردنا النسخة القديمة. سوف نحذف النسخة الجديدة. ونقوم بتنزيل النسخة هذه. الذي هي موجودة تم تنزيلها في نفس الوقت. طبعا هذه الاموفي موجود. نستطيع نسخه في فلاش ويرساله لأي شخص. يعني بدل من نزله من جديد لأي شخص. إذا كان الناس يعانون من ضعف الشبكة. أو لا يوجد لديهم اشتراكات. يستطيع استخدام هذه الطريقة. تثبيت البرنامج مرة أخرى في نفس الجهاز. قمنا بحذفه مثلا من الايفون. كما تشاهدون نقوم بحذفه الآن. بالتطبيق. أنا أقوم بتثبيته لأنه منزل جاهز عندنا في الثريتولز. نقوم بفتحة فريتولز أولا. بعد أن نقوم بتوصل الجهاز. نذهب إلى القائمة الرئيسية. ثم نذهب إلى التطبيقات. هذه التطبيقات التي نقوم بتنزيلها. هذا القائمة حقا. أما التطبيقات التي هي منزلة جاهزة هنا. هذه التطبيقات الموجودة في الجهاز. إذا أردنا تثبيت برنامج موجود في نفس الجهاز. في نفس الكمبيوتر. سوف نقوم بعمل استيراد وتثبيت. بعد ذلك نذهب إلى ملف البرنامج. ملف البرنامج عندي في القرص D. هذا هو ثريتولز. ثم نقوم بتنزيله. نقوم بتجاري الإرسال. وسوف يتثبت. هذا إذا مثلا نسخنا في فلاش وعطينا على شخص آخر. نقوم بتثبيته بنفس الطريقة هذه. ننتظر إلى أن يكتمل. وقوم بتثبيته برنامج. هذا هو الشرح باختصار وشكرا لكم معكم فوظ الوصابي ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وإلى اللقاء وسوف اشعر لكم البرنامج بالتفصيل مرة أخرى شكرا لكم شكرا لكم